بسم الله الرحمن الرحيم على إثر ما وقع للأمة أو لبشرية عموما من فشو هذا الوباء جائحة كورونا التي انتشرت في العالم أجمع من أهم ما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذه الأيام ما يتعلق بمسألة الاهتمام بذوي الحاجة من الفقراء واليتامى والمساكين ونحن نعرف أن هناك عددا من الناس كانوا ربما يشتغلون وكانوا يجدون ما يسدون به الرمق نتيجة العمل لكن قد تتعطل أعمال كثير من الناس وقد لا يجدون ما ينفقون ولذلك واجب الأمة الإسلامية اليوم هو وجوب التكافل والتضامن خصوصا بعد هذه الإشارة الملكية التي جاءت بمبادرة لإنشاء صندوق لمواجهة آثار هذه الجائحة وقد صر كل مسلم في هذا اليوم بالنتيجة التي حصرت في هذا اليوم حيث تبرع كثير من الأغنية والوزراء وغيرهم بأموال لهذا الصندوق هذه الدعوة في الحقيقة ينبغي أن تكون شاملة لكل مغربيين في الحقيقة بحيث نحاول وقد المستطاع أن نسد حجة هؤلاء الفقراء في مثل هذه الظروف العصيب التي يمرون بها عندما نعود إلى القرآن الكريم سنجده يهتم كثيرا بمثل هذه القضايا أي وجوب تضام وخصوصا عندما تكون الناس في حالة جائحة أو في حالة حاجة ففي قوله تعالى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة العقبة هنا التي يتحدث عنها القرآن الكريم هي وجوب الإنفاق في الحالات الخاصة قد ينفق الإنسان في حالة اليسر وفي حالة عادية لكن عندما يكون الإنسان في حاجة إلى المال عندما يكون الناس يعانون أزمة معينة فهنا يكون الإنفاق مطلوبا بالدرجة الأولى لذلك هنا ربط القرآن الكريم في الإنفاق أو ربط الإنفاق بمسألة المصغبة أي المجاعة اليوم الحمد لله الناس لا تعاني من مجاعة ولكنها تعاني من هذا الوباء الذي منع الناس من الاشتغال ومن ممارسة أعمالهم كالمعتاد فلذلك يطلب المسلم بأن يكون منفقا وبأن يعطي وبأن يتصدق في آية أخرى عندما يقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فهو يربط الإنفاق بين مرحلتين مرحلة ما قبل الفتح ومرحلة ما بعد الفتح نحن أيضا في مثل زماننا هذا الذي ينفق في مثل هذه الظروف لا شك أنه بإذن الله تعالى مثاب ومأجور أكثر من الذي ينفق في مثل الحالات العادية هناك آية تستوقف كل مسلم في مسألة الإنفاق وخصوص عند الحاجة عندما يقول الله تعالى ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم عجيب أن يتحدث القرآن الكريم عن الاستبدال وعن أن يأتي الله تعالى بقوم آخرين وأن يربط كل ذلك بمسألة الإنفاق وخصوصا عندما يدعى الناس إلى ذلك وعندما تكون الحاجة ماسة إلى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذا الحديث يبين معيار الإيمان إن معيار الإيمان ليس في مجرد أداء الشعائر إنما معيار الإيمان يختلف حسب الظروف والأحوال ومعيار الإيمان في زماننا هذا هو ضرورة الإنفاق وضرورة الاهتمام بذوي الحاجة وبالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وبضرورة السؤال عنهم لا ينتظر المسلم إلى أن يأتي هؤلاء سائلين وإنما يحتاج الأمر إلى أن يقصد هؤلاء الفقراء في بيوتهم من أجل أن يعطوا ما يتيسر عليهم أن يقضوا به حاجاتهم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل مال فليعود به على من لا مال له هذه دعوة ولنا في الأنصار والمهاجرين خير مثال حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجوب الإنفاق وجوب العطاء وكان الصحابة الكرام نموذج في ذلك خلاصة القول إن معيار الإيمان في مثل هذه الظروف العصيبة في انتظر أن يمنى الله تعالى علينا جميعا بإزاحة هذا الوباء إن معيار الإيمان هو التصدق وهو الإنفاق وقد ورد في الحديث والصدقة برهان أخيرا أقول إن هذا الذي يقع سيعطي صورة إيجابية عن المغاربة وعن عموم المسلمين على كل حال وعن الإنسانية عموما إذا كان قد بدر من بعض الناس ما شوها صورة الإنسان من دعوة إلى التهافت على اقتناء البضائع وعلى الشراء وعلى المقتنيات في البيوت وهذا ما أسهم في رفع الأسعار على الناس وفي نقص بعض السلع والمؤنات هذه صورة سلبية ولا شك وظهرت عند المسلمين وعند غير المسلمين للأسف الصورة الإيجابية التي تمحو هذه الصورة والتي تبين تحضر الإنسان المسلم والإنسان المغرب خصوصا هي هذه الصورة من العطاء ومن الإنفاق ومن البحث عن الفقراء والمساكين من أجل سد حاجتهم والله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين